يترقب الشارع قرار تسعيرة المحروقات لشهر تشرين الثاني المقبل والمرتقب يوم الأربعاء المقبل بعد أن ثبتت لجنة تسعير أسعار بيع المحروقات لشهر تشرين الأول الحالي على نفس مستوى تسعيرة شهر أيلول إلى حين استبدال الضريبة النسبية على المشتقات النفطية بضريبة مقطوعة وثابتة اعتباراً من تسعيرة شهر تشرين الثاني المقبل للحديث عن توقعات أسعار بيع المحروقات للشهر المقبل وآلية احتساب الضريبة المقطوعة نستضيف في الاستوديو اليوم الخبير في قطاع الطاقة الأستاذ هاشم عقل أهلاً وسهلاً بك أستاذ هاشم أهلاً بك أهلاً بك لنبدأ حديثنا بآخر التطورات على أسعار النفط ويلي ذلك المشتقات النفطية خلال الشهر الحالي والأسباب في حال كانت ارتفعت أو انخفضت من المناحض خلال الشهر الحالي كان فيه ارتفاع حاد على خام برينت ووصل في أعلى سعر إلوف في 86 دولار فاصلي كسور وبعدين حدث تراجع سعر 24 عشرة كان 76 نزلت تقريباً 10 دولار بداية كان هذا تأثير ملحوظ على أسعار المشتقات النفطية في بداية الشهر وبالتالي كان في بداية الشهر لغاية أول أسبوعين من الشهر الحالي كان فيه ارتفاع الأسعار المشتقات النفطية وكانت النسبة عالية شوي لكن مع الانخفاض الذي حدث في خام برينت خلال فترة النصف الثاني من الشهر الحالي رح تنعكس على أسعار المشتقات النفطية ورح أكون فيه كمال انخفاض حاد مقابل ارتفاع الحاد اللي حصل وأنا بتوقع أنه البنزين مع سعر اليوم تقريباً ثابت فيه ارتفاع بسيط على الديزل لكن أنا بتوقع أن تكون مع نهاية الشهر تثبيت أسعار المشتقات النفطية لسببين أول سبب لأن القراءة للأسعار العالمية بتوحي بهذا المسار ثانياً القرار الرئاسة الوزراء بخصوص الضريبة المقطوعة اللي هي ما حلت اللغز ضافت لغز ثاني لموضوع يتساءل عن ما هي هذه الضريبة المقطوعة طلع بعض الأخبار أو نشر أرقام عن الضريبة المقطوعة كانت بحدود ستين قرش على البنزين الخمس وتتسعين وتمانية وتلاتين فاصلة تمانية فلسطة يعني تسعة وتلاتين قرش تقريباً على البنزين التسعين وستعاش على الديزل والكاز هذا اللي كان المطلوب سابقاً أنه يكون فيه عندنا تسعير واضحة في بندين سعر التكلفة والضريبة اللي هي كانت الحسبة على أساس آلية التسعير القديمة اللي هي بتحتوي كل التكاليف والضرائب زائد كلبة المنتج نفسه على أساس أنه الضريبة المقطوعة طلغي آلية التسعير والبنود اللي موجودة فيها وخلاص لكن طلع بند ثالث عندنا وهو وهو الربح أرباح الشركات وأرباح المحطات المحروقات رح تكون في بند مضاف لآلية التسعير الجديدة اللي هي رح تكون تكلفة اللتر واصل من العقبة زائد الضريبة المقطوعة اللي هي مثلاً بحدود ستين قرش على البنزين الخمس وتتسعين تسعة وتلاتين على البنزين التسعين وستعاش على الديزل والكاز زائد الربح يعني المعادلة وصبحوا كأننا ندفع الألف مرتين رح ندفع أكتر ليه؟ لأنه حسب تسعير وزارة الطاقة يوم الاثنين الماضي سعر طون البنزين مثلاً التسعين أو التسعين نفترض بحدود سبعمية وعشرين دولار نعم يعني اللتر بـ 72 سنت يعني نص دينار طب بنا نضيف عليه تسعة وتلاتين صار تسعة وتمانين وبننضيف عليه الربح الشركات والمحطات وصلت تسعين اليوم 82 ونص مش عارف كيف يعني هل آلية تحتساب هذه الضريبة المقطوعة واضحة حتى اللحظة إذا أردنا أن نتنبأ بها مثلاً لشهر المقبل لا يعني أنا طالبت وكل طالب وكل مواطن بطالب أنه بدكم تعملوا ضريبة مقطوعة ماشي الحال وهذا مطلب للمواطن بس وضحونا الآلية اللي اعتمدتوها حتى وصلتوا لهذا الرقم مش بنيجي بنعمل هذا الرقم وانتهى الموضوع للأسف هي ما بتمر على مجلس النواب لأنه هاي تعليمات والرسوم ما بتمر بدها قانون وهي مش قانون فبالتالي ما في مناقشة لها وهذا الرقم بالآلية الموجودة بالأرقام والمعطيات الموجودة ما فاد المواطن بالعكس ضروا أصلاً يعني كمان هاي رح تنعكس على فاتورة الكهرباء رح يكون فيه زيادة في بند المحروقات على فاتورة الكهرباء يعني فاتورة الكهرباء وبند المحروقات اللي بيفرضوا عليه ضريبة هو أصلاً دافع ضريبة يعني بدفع المنتج ضريبة مرتين أو ثلاثة حتى فيه للأسف الشديد كمان جاينا نظام جديد للرسوم على كل أنواع قطاع الطاقة من غاز بنزين ديزل كاز نظام جباية بطريقة مميز جداً لا أصبحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة بتتنافس مع ضريبة الدخل أيهما بيجيب دخل أكتر للحكومة يعني الغاز ما سلم منهم استوانة الغاز ما سلمت النقل التوزيع التخزين كل نظام فعلاً فيه تسلط على المواطن وبالآخر المتضرر الوحيد هو المواطن ليه؟ لأن الشركات وأصحاب المحطات كل هاي بالنسبة لهم تكاليف تضاف على تكلفة التشغيل وبالتالي المواطن اللي بتحمل كل هذه الضرائب فما بعرف على أي أساس جابوا هاي الضرائب كيف اخترعوها نعم ولكن أستاذ هاشم يعني لا أدري ما رأيك بذلك كثيراً ما تطل وزارة الطاقة والمهندسة هالة زواتي تطرح مجموعة من التغريدات والبيانات التي توضح آلية التسعير هل تتوالف فعلاً هذه الآلية مع النسب التي نراها حالياً والأرقام التي تفضلت بذكرها؟ للأسف للأسف أنا دايماً يعني بلاحظ أنه فيه تناقض فيه التغريدات وفيه البيانات اللي بتطلع من وزارة الطاقة لأنه أصلاً وزارة الطاقة ما في عندها خطة كل وزارة أو كل هيئة أو أي كل جهة حكومية حتى شركة اليوم بيعمل خطة سنوية كيف وزارة الطاقة عندها قطاع هام جداً حيوي جداً ما عندهم خطة لسنوية لسنوية طب وعلى ماذا الاعتماد بالدرجة الأولى إذن؟ هل هي على الأسعار الدولية العالمية؟ ماذا يعني؟ على ماذا تعتمد الوزارة في تقديم هذه التسعيرات والآليات والحسابات؟ هل تدعي الوزارة أنهم يعتمدوا آلية التسعير في الأسعار العالمية؟ الأسعار العالمية قد تكون واضحة لكن مشكلتنا إحنا في الضرائب وألية التسعير القديمة اللي كانت يعني فيها كده مشكلة وكده بند غير واضح وكده كانت بند مكرر يعني ممكن أن تدفع بند مرتين زي الفاقد تدفعه ثلاث مرات مثلاً كان فيها يعني ظلم للمواطن فكل الطلبات والمناشدات ويل 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 على أساس الضريبة المقطوعة وكنا يعني مفكرين أنه يكون ضريبة بسيطة منتج تكلفته واضحة ضريبة واضحة والسلام لكن للأسعار الشديد أنه الآلية اللي صارت فيها هذه الضريبة المقطوعة لأ إشي مجهول مش معروف معالي وزيرة الطاقة في عندها تغريدات كتير بتتناقض مع الواقع يعني مثلاً في بوضوع الطاقة تفضل أو الكهرباء عفوان من أربع خمسة أيام فيها لتغريدة فيه إشي بتسميه أنا أول مرة أسمع فيه اللي هو الدعم البيني بين المستهلكين يعني خلينا أقرأ النص جميع الكهرباء المستهلكة في المنازل للأسف الشديد وهي مدعومة تحت خمسمائة كيلو وط وهي مدعومة وكذلك المصانع والمزارع يدفعون كهرباء أقل من التكلفة وهذا الحكي غير صحيح أستاذ هاشمع ليش يعني توضح لنا هذه النقطة بتحدي عندما نتحدث بهذه اللغة المواطن العادي لا يفهمها ولا يستقبلها ولا يدري ما هي هذه التكلفة والبينية والتي كل ما تتحدث به بس خلينا أكمل الفقر نعم أرجوك تفضل ولتعويض ذلك هناك من يدفع أكثر من التكلفة وهو ما يسمى الدعم البيني يعني في مواطن بيدفع كهرباء أكثر من الفاتورة المستحقة عليه نعم وفي مواطن تاني بيدفع أقل من التكلفة المستحقة عليه يا ريت هذا الحكي يكون سليم أنا بتمنى أنه يكون هذا الأمر واقع بس للأسف لا هذا الحكي أبدا مش صحيح ما في 500 كيلو وطنة دعومة احنا في عنا دعم للطاقة أصلا الدعم انتهى بالزمن فهي بتدعي أنه الكهرباء الأقل من 500 كيلو وطنة دعومة المزارع والمصانع مدعومة طب ليس دائما المزارع والمزارع بيشكوا من ارتفاع فاتورة الكهرباء هي الفكرة وين في الضريبة البحروقات اللي تضاف على فاتورة الكهرباء اللي بتمثل من 13 ل 15 بالمية وهذا رقب بالإضافة لفلس الريف والنفايات نعم وكل ما هو موجود على تلك الفاتورة وبالتالي المواطن اضطر بحالة غلاء محروقات خاصة عن الديزل والكاز خاصة هذه الأيام في ارتفاع حاد وبالتالي قدرة المواطن صارت معدومة على الروح للغاز والكاز والديزل طيب نحن الآن نتحدث عن مجموعة من النقاط والعوامل لنتحدث قليلا بالأرقام يعني في ظل تطورات أسعار النفط والتي على أثرها يحدث سعر الغاز الطبيعي هذا الغاز الذي يدخل بنسبة كبيرة في توريد الكهرباء ما هي توقعاتكم بالأرقام تحديدا للأسعار المرتبطة بذلك للشهر المقبل سيكون هناك زيادة طفيفة بسيطة جدا لا تتعدى الواحد واحد ونصف بالمية وعلى الديزل فقط البنزين سعره طلع بس بالمقابل نزل السعر وبالتالي أتوقع أنه سيكون هناك تثبيت أسعار المشتقات النفطية لأنه قانون أو الرئاسة الوزارة لم أصدرت قرار بالرسوم الضريبة الثابت وهو الأساس في تسعير المشتقات في شهر عشرة فطالما القرار ما طلع أعتقد أنه ستطلح الحكومي للتثبيت لكن النقطة التي أضيفها أنه معاناة المواطن جدا هامة اليوم في عنا 35 ألف أسرة لأربعين ألف أسرة أردنية تعتمد على الحطب الحطب ما معناها؟ معناها دمار للبيئة لما كل مواطن معدل استهلاكه في فصل الشتاء من المواطنين اللي بيستعملوا الحطب للتدفئة 50 كيلو جرام معناها نقضي على مليون شجرة حرجية نحن مساحة الأحراج والغابات عندنا في بلد ينقصه الثروة الحرجية بشكل كبير طبعا من أخطر الأمور العلبيئة عندنا التصحر نحن عندنا 1% أستاذ هاشب بقي لدينا دقيقة واحدة وأرجوك أن تجبني إذا كان لك باختصار عن هذا السؤال المهم جدا نحن الآن في بداية هذا الموسم الشتوي دخلنا الفصل بشكل رسمي في ظلت ارتفاع كلف الطاقة في الأردن ما هي برأيك أفضل وسائل التدفئة التي بإمكان المواطنين استخدامها حاليا؟ الطاقة البديلة الشمسية يعني هي أوفرشية اليوم الطاقة البديلة الشمسية يعني بنصح أنه يلجأوا للطاقة الشمسية لأنه اليوم ما عد فيه طاقة رخيصة لا بنزين رخيص ولا ديزل رخيص ولا أي منتج من منتجات المشتقات النفطية رخيص يعني مثال أنه طن الحطب بكفي الأسرة من ثلاث أسابيع إلى شهر بينما تنكت الكاز بتكفيهم يومين نعم شكرا جزيلا جزيلا لك الأستاذ هاجم عاقل الخبير في قطاع الطاقة كنت معنا في الملف الاقتصادي هذا الأسبوع